سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم وبكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك واليوتيوب النهاردة كل سنة وانتم بخير وبصلي رحمات الرب الكثيرة اللي بتتجدد كل صباح في حياة كل منكم في هذا العام الجديد وكل يوم تتجدد رحمات الرب في حياتكم انا الحقيقة افتقدتكم كتير جدا لانه في الاسابيع الماضية بالرغم من اننا كنا معاكم في حلقات جديدة لكنها كانت حلقات مسجلة والنهاردة بنعود لحلقاتنا المباشرة ومواضيع جديدة متعددة اولا حلقة النهاردة هي بعنوان الى من ننظر سؤال لكل واحد فينا يسأل نفسه في المكان اللي انت واقف فيه في حياتك النهاردة انت الى من تنظر وأنت الى من تنظري هنناقش في الحلقة النهاردة بعض الاحداث اللي مرت علينا في الاسابيع الماضية والحقيقة فيه احداث كتير مرت في الاسابيع الماضية لكن الكل مشغول بقى في الاعياد وفي تحضير الحلقات اللي فيها غذاء روحي ان نتكلم فيه معاكم عن حضور الرب في هذا الوقت لكن انا يعني حسيت وانا بشاهد كده بعد الاحداث الماضية في الايام اللي فاتت دي اني مش هقدر اسيبها تعدي بدون تعليق فيه امور لازم نضبط قلبنا كده وفكرنا ونضعها امام الرب فحنعمل كده النهاردة في حلقة النهاردة ويعني منتظر تعليقاتكم ومدخلاتكم وتليفوناتكم اولا كل عام وانتم بخير للكنيسة القبطية المصرية وكل اقباط مصر كل سنة وانتو طيبين ميلاد المسيح هو مش يوم ولكن الميلاد الحقيقي في قلوبنا عندما يخلصنا الرب ويعطينا حياة جديدة واصلي انه كل يوم نعيش من هذا المنطلق كل سنة وانتو طيبين لكن قبل ما نبتدي كمان موضوع النهاردة خليني اشارك معاكم اللي الرب واضعوا على قلبي لخطة العامدة السنة دي حيكون في برنامجنا تركيز كبير جدا على العابرين اخواتي العابرين اللي بيسمعوني رجال ونساء الرب اللي اختاروا انهم يعيشوا حياة مكرسة للرب قصاصكم مشاكلكم بنائكم الروحي ابنائكم زيجاتكم نموكم الروحي بكل الاشكال شهاداتكم للرب مواقفكم من اهلكم ومجتمعاتكم والحياة اللي ربنا دعاكم ليها المجال حيكون مفتوح ليكم علشان تشاركونا كفريق مش بس برنامج المرأة المسلمة الحقيقة يعني انا ده تركيز قلبي السنة دي لكن انا بعتقد ان احنا السنة دي كقناة حنفتح مجال اكبر واكبر واكبر للنظر والتركيز على حياتكم مع الرب عايزاكم تشاركوني بقى بكل اللي على قلوبكم واللي بتمروا بيه وأسئلتكم صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك تقدروا تكتبوا عليها لينا على الخاص وانا والفريق خلف الصفحات دي كلها لقناة الحياة بنشتغل وعايزين نركز على أسئلتكم وطلباتكم واننا نسمع قلوبكم السنة دي علشان نصلي معاكم علشان نشتغل ترتيب ما يساعدكم على المسيرة مع الله ونرد على تساؤلاتكم ونساعدكم بكل ما نستطيع كمان رقم الواتساب الخاص بالبرنامج الظاهر على الشاشة الآن تقدروا تسيبوا رسالة صوتية أو مكتوبة وأنا بتابع رسالة دي كل يوم وبرد يعني ويمكن كمان أنه أحدد موعيد للاتصال بالمشاهدين احنا كفريق بنتعامل بحرص وبسرية مع كل أموركم ومهتمين بالتواصل معاكم ولأنه يعني بنائكم على الأرض حيساعدكم على أنكم تكونوا الصوت اللي الرب عايز يستخدمه والأداء اللي ربنا عايز يستخدمها في القادم مهم تعرفوا أن شهاداتكم مهمة وأنكم بالفعل مش لوحدكم طبعا إلى جانب مواضيع العابرين هنكمل المسيرة في المواضيع الروحية والمواضيع الإسلامية والتركيز على كل ما يخص المرأة المسلمة كما عوادناكم خليني بقى أرجع لموضوع حلقة النهاردة وأنا بفكر في بعض الأحداث اللي هنتكلم فيها النهاردة يعني وضح جدا عندي سؤالين مهمين وهم الرابط بين كل المواضيع اللي نقدمها أو الأحداث اللي مرت السؤالين دول سؤالين مهمين جدا ربنا استخدمهم لحياتي ومعايلتي وأعتقد أن أنا قررتهم كتير معاكم لكن النهاردة دول مهمين قوي علشان نشوف الخلفية وراء الأحداث دي وإزاي ربنا يقدر يغيرنا إحنا فيتغير مجتمعنا بصالي أن السؤالين دول أنتو كمان تفكروا فيهم بصورة شخصية السؤال الأولاني لما بتعمل حاجة بتبقى عارف أنت عملتها ليه؟ لماذا قمت بهذا الفعل؟ أنا عملت حاجة عملت غلط عملت صحة خدت قرار أنا خدت قرار ليه؟ أنا وفقت على ده ليه؟ أنا اخترت الشخص ده ليه؟ أنا اخترت المسيح ليه؟ إيه؟ الدافع اللي وراء ما نفعل في أسباب كتير بتكون جوانا وإحنا مش عارفينها مهمة قوي أن احنا نعرف ليه بنعمل الحاجات اللي بنعملها؟ الدافع اللي وراء السؤال بقى الأهم وهو السؤال التاني أين الله؟ من ما فعلت؟ أنا شايف الله إزاي؟ وأنا بقوم بالفعل ده أو باخد القرار ده أو بقدم الفكرة اللي أنا بقدمها فين ربنا من قراراتك واختياراتك؟ صورة الله إزاي في حياتك؟ تأثير صورة الله عليك وشخص الله في حياتك إزاي؟ ده هنشوفه بصورة سلبية وهنشوفه بصورة إيجابية خليني أشرح لكم بمثل بسيط يعني لما حد من أولادك أو أولادك يغلط أخدها بمنتهى البساطة طفل صغير أخد كوباية وكسرها فأنتي تيجي تسألي ليه يا ابني كسرت الكوباية؟ أقولك مش عارف ما عرفش فالأم الشطرة تقعد مع الإبن وتقول له طيب أنا مش مهتمة قوي بكسر الكوباية لكن أنت لازم تعرف أنت كسرتها ليه ساعات بنكسر الكوباية لأننا مهملين أو ساعات بنكسر الكوباية لأننا مسمعناش الكلام أو ساعات بنكسر الكوباية لأننا بنجرب هيحصل إيه لو الكوباية وقعت لكن مع كل ده أنت لازم تهتم بالنتيجة تعرف السبب وتركز على النتيجة دي يعني أمور بسيطة بنستخدمها مع أولادنا مش كده؟ المثل ده لما بنكبر ساعات بننساه وننسى أنه في مصدر دفين لتصرفاتنا إذا ما تعلمناش نكتشفه هنكون ماشيين كده مسوقين بالأفكار اللي تعلمناها ومسوقين بالحاجات اللي قودعت فينا من المجتمع، من الدين، من الأهل، من تصرفات الناس اللي حوالينا من غير ما يكون تصرفاتنا ليها هدف وليها مصدر فمهم قوي أننا نعرف مصدر تصرفاتنا لما بنكبر ونعمل غلطات كبيرة فتيجي تقول له واحد مثلاً عمل جريمة سرق سرقة ليه ابني عملت كده؟ أنا باستغرب أنه في المحاكم دايماً يسأله أنت ليه خطرت الاختيار ده؟ أنت ليه قتلت الشخص الفلاني؟ أنت ليه سرقت السرقة دي؟ يعني ما عرفش يعني أكيد فيه أهداف قانونية للي بيحصل لكن أنا النهاردة عايزة أقف عند الأهداف الشخصية القلبية لكل شخص فساعات لما بنكبر نعمل حاجة وإيه؟ ونقول مثلاً يا ابني أنت عملت كده ليه؟ يقول لك أصل الشيطان شاطر بقى؟ مش عارف أصل كنت متنرفز أو كده وخلاص فيه مفاهيم مغروسة داخلنا كل رد من الردود دي لو فكرنا فيه حنلاقي إنه وراء حاجة تانية يعني ليقول لك أصل الشيطان شاطر ده بيرمي همه على الشيطان غلطته على الشيطان بقوا غلطة وعدت يا عمه مش عارف إيه وكده خلاص اللي بيدرب مراته يقول لك سأنا كنت متنرفز لا يتحمل مسؤولية غلطه اللي يقول لك أهو كده وخلاص ده شخص ما يهتمش بأثر اللي بيعمله على غيره لازم نفكر إيه المفاهيم اللي غرسها الشيطان جوانا وإزاي الله يغير هذه المفاهيم وأسباب ما نفعل عشان نجد الطريق الصحيح مع الله وإزاي الله يعلمنا نتخلص من الأفكار دي الكتاب المقدس كلام الله الحقيقي بيعلمنا إننا لا نطرج مجال للشر في داخلنا أو في حياتنا أو في كنزتنا بيقول كده الكتاب انتزع الشر من وسطكم أنت لازم يكون ليك قرار إنك تنتزع الشر من وسطك وإنك ترائب قلبك وإنه ما يكونش في قلبك خميرة خطي ده كلام الله الحقيقي بيقولك أنا أنظفك وغطيك بنعمتي لكن أنت عليك عامل إنك تنظف حياتك كمان وتعرف تفرق بين فكرة الله وفكرة الشيطان قلب الله وقلب الشيطان فده اللي أنا قلته لكم النهاردة الفكرة في إنك تعرف السبب دي فكرة كتابية عشان ربنا مش عايز شر جوانا الشر اللي في العالم شر كتير ومحيط بينا في كل لحظة لإننا في حرب روحية مع الشيطان الشيطان مش عايزك تقترب من الله فحص قلبك يقربك من الله تغييرك وتغييرك مش هيحصل إلا بمعرفة حقيقية لأسباب الشر والمجالات اللي أنتو بتفتحوها واللي إحنا بنفتحها كبشر في حياتنا لدخول الشر في حياتنا السؤال التاني بقى اللي هو أهم قوي من يعني تركيز حلقة النهاردة أين الله من ما نفعل إزاي ربنا بيشوفنا وإزاي إحنا بنشوف ربنا وده مغزة اسم الحلقة إلى من ننظر النهاردة حنسمع قصص حنشوف فيها إنه في وسط الألم المؤمنين لازم ينظروا إلى الله يعني وحنشوف قصص أو اختيارات لناس في نفس القصص بنشوف هم الإله اللي بينظروا ليه أثر عليهم إزاي وإلهك وإلهك اللي انت بترفع عينك عليه إزاي يقدر يفتح مجالات شفاء في حياتك خلينا النهاردة نركز على النظر إلى الله أحد الأخوة رد على إعلان الحلقة النهاردة وقال ننظر إلى رب العالمين الله خالق الكل أنا معرفش الشخص ده مسيحي ولا مسلم مفهومك عن الإله الذي تتبعه هو ما يحدد كل تصرفاتك كيف تتصرف كيف تتكلم وكيف تنتظر ومن تنتظر طبق المثل ده على تعاملاتك مع أولادك مثلا لو أنت أب أو أنت أم ما حطتيش في حياة أولادك أنه علاقتهم مع الله أهم طاعتهم لله أهم من أي حاجة في حياتهم معلمتيهمش أنهما ينظروا لله على أنه أب ليهم وساعات بننسى في الوقت يعني في تربية الأولاد أنهما نربي الأولاد على أنهم يطيعون أو أنهم ما يكسروش كلامنا وهكذا لو أصبحت أنت الله في حياة أولادك أو أنت ما كان الله في حياة أولادك يخافوا منك أكتر من ما يخافوا أنهم يكسروا قلب الله أنت علمتيهم غلط وحطتيهم على طريق حيكون في ألم كتيرة لأنه لازم نعلم أولادنا مثلاً أنهم ما يروا الله في كل أمور أمورنا أما يجي ابنك يغلط وتقولي له يا ابني أنت ليه عملت كده فيقولك كذا فتقولي له تفتكر أنت كنت بتفكر في ربنا إزاي وإنت بتعمل الحاجة اللي تكسر قلبه دي فتشيل عينه من على نفسه وعليك وعلى الدنيا وتخليه يقارن قلبه بقلب الله في حاجات بننسا كتابية ومهمة وربنا بيقولك كده في الكتاب المقدس لكن بننساها في العالم بننساها في النهاية أنت شايف ربنا إزاي أو فاهم ربنا إزاي هو ده اللي حيخلي عينك عليه أو لأ النقطة الأولانية اللي حب أني أتكلم عليها النهاردة ويعني أقف نصلي مع بعض فيها شوية هي موضوع الكورونا اتكلمنا عن الكورونا في سنة عشرين عشرين اللي كانت سنة طويلة سنة طويلة وتقيلة على كتير من الناس بسبب الجائحة دي وكل ما تابعها وكل يعني الألام اللي مرينا بيها النهاردة تقريبا ما فيش عائلة لا تعرف أو لا ما فيش حد يعني في نفس العيلة ما جلوش المرض أو ما فقدوش حد أو ما كانش تسبب ده في يعني توابع اقتصادية شديدة على العيلة كلنا في العالم كله تأثرنا بيه نتائج سياسية وصحية وكله كي لكن النهاردة انت شايف مكانك من ربنا ايه في وسط الجائحة دي الوقت اللي احنا بنمر بيه ده دلوقتي بنواجه خطر أشد من مكان على العالم كله موقفك موقف كل واحد مننا واحدة مننا مهم احنا يعني بطبيعتنا انا هخرج شوية عن حدود الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكن انا عايزة اقول انه دي حاجة مهمة علشان تحافظ على بيتك وعلى عيالك وعلى مجتمعك وتكون انسان مسؤول احنا بطبيعتنا نسهل الهليين نحضر الاجتماعات ونحضر ونبوص بعض ونسلم يعني بتعجب نروح شايلين الكمامة ونبوص بعض ونكمل وكأننا مش امام خطر كبير مسؤوليتك انك وانك تكون مسؤولين عن حماية مجتمعكم وحماية بيوتكم بانكم تلتزم بالقوانين اللي المفروض تعملوها ايضا مفروض ان احنا نصلي انا يعني ربنا حطت على قلبي ان احنا نتحد في الصلاة ضد هذا المرض واننا في اسم يسوع يعني ننتهر هذا المرض من بيوتنا من بلادنا من العالم كله في اسم يسوع احنا عارفين انه في عائلات كتيرة جدا متألمة انا بصلي انه النهاردة في وسط هذا الالم ننظر الى الله اللي اعانك طول حياتك هو ايضا من يعينك اليوم خلينا نصلي من اجل ده ك بقلب واحد انه الله يضع سلامه ويرحم المرضى شفت يعني على النت دلوقتي انه فيه ناس كتير من المشاهير مصر مثلا موجودين في المستشفى وفي حالات خطيرة ومنهم ناس نعرفهم بصفة شخصية فانا بصلي انه كلنا نصلي ونتحد مع بعض ان الله ينهي هذا المرض ويرحم المرضى رب احنا بنتاجه ليك بنرفع عينينا عليك رب ليس لنا سواك يا سيدي رب يسوع يا ايها الطبيب الاعظم يا رب بنصلي انه هذه الجائحة تنتهي في اسم يسوع بننتهر هذا المرض في اسم يسوع بنقدم انفسنا ليك رب صلح افكارنا صلح اتجاهتنا صلح مسئوليتنا حتى اننا نقدر نساعد من حولنا ولكن ايضا نشعر بالامان والراحة في حضورك حتى في وسط هذه الجائحة في اسم يسوع نصلي الحدث التاني اللي كان لازم بقى اعلق عليه النهاردة ويعني افرد له كده وقت خاص هو موضوع سيدة الكرم او الكرم انا مش عارفة بتتنطق ازاي يعني واحدة منها الموضوع ده في الحقيقة حصل في سنة 2016 وطبعا انا اتكلمت عليه وقتها لكن يعني احزني جدا اني اشوف اللي حصل في الايام الاخيرة في الحقيقة انه لما حصل ده طلعوا ناس كتير اتكلموا وقالوا فين رجالت مصر وازاي والشهامة يعني والريس اتكلم والريس الستات مصر غاليين يعني واللي ندد والكل ده العادي يعني لكن في الحقيقة انا يعني من صدمتي في حدثة هذه السيدة ستة كبيرة وستة محترمة ويعني جدة تتعرق تتعرق ملت في الشارع وتتجرجر في الشارع ويعني لكن انا كان عندي امل ان ده يحرك قلوب الناس وكان عندي امل في شهامة الرجالة اللي طول النهار بقى عمالين يكلمونا عن العرض والشرف واجعين دماغنا بقى بلبس استتات الطويل والقصير وكل ده راح فين وستة كبيرة محترمة بتنضرب وتتعرق وتتزف في وسط البلد ولا حد قدر يساعدها ولم تستطيع محكمة في مصر انها تجيب حقها اين انصاف هذه المرأة في دولة قانون القانون المصري على فكرة فيه آليات تجيب للستة دي حقها ولكن السؤال ليه ليه ده ما حصلش ليه السؤال ليه لكل قاضي ساب القضية لكل شخص كتب كلمتين وساب القضية وجري لكل واحد بيحاول يغطي على مشكلة الاسلام مع غير المسلمين في اي بلد في العالم ايه السبب اللي بيخلي المحاكم المصرية المعروفة بقى انها يعني القانون والالتزام بالقانون وما نقدرش نتحرك من غير القانون اهلا سلام المسيح اختي في ريال كل سنة وانت طيبة حبيبتي اهلا بيك اختي امان السلام ونعمة المسيح معاك وحضرتك كل سنة وانت طيبة الاسبوع الماضي كانت حلقتك الرب يباركك رائعة جدا جدا وخاصة الايات اللي اختاريتها في كل شهر انا دائما ارفعك في صلاتي وارفع ابنك ودائما اصلي من اجله انه الرب يحمي شكرا اختي اختي العزيزة اماني في نهاية 2020 وبداية 2021 انا اشهد واعلن انه الهنا صالح امين في رغم من كل الاحداث اللي مرينا بي تسواء كانت احداث مؤلمة ومفرحة لكن الهنا صالح لان الهنا في الكتاب المقدس الوحي الاله يقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وانا اصلي من كل قلبي ان تكون هذه السنة خير وبركة وسلام على العالم كله وسنة خلاص للنفوس البعيدة عن الرب يسوع المسيح حتى تعرض الرب المخلص وتاخد الرب اله مخلص على حياته اما بالنسبة لموضوعها اليوم الى من ننظر ننظر الى الله القدوس البارد الطهر اللي يغير الانسان وينصبح خليخه جديدا وانحنا دائما لما ننعيش في محضر الله ونتمسك بكلمته ويكون حضوره دائما معنا فكل شيء اللي نعمل ونقوم بينه احنا نقوم من اجل مجد الله وما نريد اي عمل نقوم بينه ان نعزن قلب الله لكن بالعكس لازم دائما نفرح قلب الله والروح القدس اللي تاكن فينا نعم فنشكر هذا الاله و الاله رب العالمين هو صح خالق الكل لكن في فرق بين الهنا والاله الاخر اللي يعرفه ويعبده فالرب يشرق بنور كل شخص اللي ما يعرف الاله الحقيقي القدوس ويعرفه ربه مخلص على حياته اشكرك اختي اماني والرب يحفظك ومن نعمة فوق نعمة انتو عائلتك الله معاك الرب ببركك حبيبتي واشكرك على صلاتك من اجلنا ومن اجل قناة الحياة وعمل الرب في وسطنا يعني انا دايما ببقى سعيدة لما اسمع انكم بتعددونا بالصلاة احنا فعلا محتاجين انكم تقفوا معنا بالصلاة خليني ارجع مرة تانية لموضوع سيدة الكارب يعني واقع انه المحكمة لم تستطيع انها تجيب حق الستة عمر قديب استضاف محامي المتهمين واستضاف محامي السيدة سعاد عمر قديب استضاف المحامي ده اللي قاعد يحكيله ليه القضية اتشالت وحكم مبرأة المتهمين الراجل المحامي المتهمين قاعد يحلف ميت يمين انهم ابرياء ويقوله انا ما كانش ممكن استحالة انه لو انا عارف ان فيه ادلة ضد الناس دي انا كان لا يمكن اخد القضية ويلمح بقى على مشاكل تانية اللي ابتدت القضية موضوع حدثة الزنا بين ابن الست سعاد وسيدة مسلمة اذا كان ده حقيق اصلا اذا كان ده حقيق لكن مسئولية هؤلاء في اللي عملو في الست اللي العلم يعني الشرع كله شافه وام وجدة واحد منهم هي اللي غطتها ست مسلمة جرتها وكانت بتحبها واعتقد انها ما زلت بتحبها وكل حاج لكن ما قدرتش انها تشهد شارع بحاله شاف ده ما قدرش يشهده جبن وخوف ولكن ايضا استقلال بالمسيحيين اكي خليني اقول انه المحاولة المحامي ده يعني اتكلم بمنتهى الثقة والعنترية عن انه مفيش ادلة وانه الادلة هي او الشهادات الناس هي يعني اللي خلت المحكمة يعمله كده اكي وبعدين عمرى قديب بعد كده استضاف محامي المجني عليها اعتقد الاستاذ برامزي وقعدوا يتكلموا وسألوا سؤال يعني انت شايف احنا المحاكم بتاعتنا محاكم قانونية والقضاء بتوعنا عظماء وكلام من ده وبعدين قال له انت شايف ان الحكم ده في مشكلة وهو بيتكلم في الموضوع ده كمان كان عملي يصر انه احنا هنا مش بنتكلم على حاجة طائفية اصد دي مش مش مشكلة طائفية خالص طبعا بين في هذا الاستاذ ايهاب قال بكل احترام وهدوء نعم الحكم في عوار يعني ايه الحكم في عوار يعني الحكم في تحيز وفي غلط وفي مشكلة وهم حيرفعوا قضية وينقضوا الحكم وكل حاجة لكن لماذا لا يرى العالم انه حكم كهذا في عوار وفي ظلم لست اتبهدلت في اخر عمره ليه لانه الدافع وراء القضاء اللي تنحوا لمدة 3-4 سنين 4 سنين دلوقتي اللي قضية ماشية 3 او 4 قضاء تنحوا عن القضية ليه يقولك اصلا يعني نجد حرج ايه القضي اللي يجد حرج ده يعني كأنه مثلا فيقولك ايه القضاء اللي وجدوا حرج ده يقولك اصلا مثلا يكون حد من المتهمين قريب ولا حاجة المتهمين قرائب كل القضاء دول ولا اين الحرج الحرج انك هتجازي مسلم على حاجة عملها في مسيحي او هتدين مسلم على حاجة عملها في مسيح هو ده الحرج وهنا العوار اللي بتكلم عنه الاستاذ ايه خليني اخد مكالمة مين معايا اخ امتوان اهلا بك سلام المسيح كل سنة وانت طيب وانت طيبة حضرتك ميلاد مبارك للجميع لحضرتك ولأسرتك ولكل الاخوة اللي عاملين معاك ميلاد مجيد وسنة جديدة بتمنى الخير فيها للكل شكرا عزيزي ربي باركك تفضل عندي عندي مداخلة صغيرة للأسف في مصر النهاردة اختماني الاغلبية الكبرى الاغلبية الكبرى من اخواتنا المسلمين عندهم كراهية وحقد على المسيحيين في مصر وما يطلعوا يقولوا بالتلفزيون وبالاخبار على انه لا احنا مواطنين ومنعيش مع بعض ده كله كذب بيستعملوا التقية يعني حضرتك اخر مرة اللي كان فيها السيسي في فرنسا قال القيم الدينية اعلى كل شيء ما عندهم ش انسانية القاضي اللي حكم والشرطي البوليت اللي ابض على المتهمين والمحامي اللي دافع عنهم كلهم شربانين من نفس المصر اللي هو الشريعة الاسلامية ولا يعني عندهم دية ما فيش للمسيحي اي حقوق للملوش اي قيمة في مصر علشان كده ده اخانتوان اللي انا بقوله ايه الدافع وراء الافعال اللي احنا بنعملها وده السؤال لكل لم يستطيعوا انهم ينصفوا السيدة دي حتى السيسي لن يستطيع ان ينصف لان السيسي ينهل من نفس المنهل بتاعهم السيسي وشيخ الازهر والقاضي ووزير الداخلية ويعني ورئيس الوزراء ورئيس مجلش الشعب كلهم مسلمين مصريين يكرهون الآخر انا مرة تانية دايما منبر المرأة المسلمة لا يتكلم في السياسة لكن احنا بنتكلم في واقع واقع النتيجة النتيجة في الآخر نتكلم في الدين لا تؤخذ دية مسلم بكافر يعني لا يؤخذ دم مسلم بكافر والمسيحي من وجهة نظرهم هو كافر المسيحي يعترفوا فيه مسيحي بس لما يقولوا انه سيد المسيحي قال انه هيجي بعد نبي اسمه احمد دي بيعترفوا بالمسيحيين وغير ذلك غير ذلك المسيحي الكافر ومشرك واجب قتله عشان كده النهاردة احنا بندور على الدافع الكل واحد نسئول ينظر الى الدافع اللي في قلبه وعايزين النهاردة نظهر مجد الله يا اخوانتوان في الاله الذي يغير هذا المنظور الى منظوره هو في اسم يسوع نحنا نحنا نصلي ونطلب من ربنا يحط يعني في قلبهم النور والمحبة ولكن للأسف الشيطان عمل فيهم عمله يعني وحجر عقولهم وظلم قلبهم عشان الانسان اللي عقله متحجر وقلبه مليام بالظلمة مش ممكن يعمل حاجة كويسة مظبوط لكن النهاردة احنا شايفين انه الله بيفتح عين الكثيرين وبنشكر رب ربنا يباركك له كل المشد امين شكرا كل سنة وانتو طيبين شكرا طيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده يعني صغير اوي عن القصة ابتدت ازاي تفضل سيدة الكرم قضية تعود الى الواجهة من جديد هذه المرة ومن اروقة محكمة جنايات المينيا يصدر الحكم وتعلن المحكمة براءة المتهمين الثلاثة بتعارية سيدة الكرم في المينيا القصة تعود لتاريخ العشرين من مايو 2016 عندما شهدت القرية اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين رجل مسيحي وسيدة مسلمة اذ قام العشرات من مسلمين القرية بنهب وحرق خمسة منازل مملوكة لمسيحيين واصابة ثلاثة اشخاص كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم وتجريدها من ملابسها في الشارع طبعا المشاهد اللي حضرتكم شفتوها دي ممكن تكون واحدة من عدة يعني مشاهد مشابهة لبيوت المسيحيين واملاك المسيحيين والتعامل مع المسيحيين في مصر ادي الكنيسة بتتحرق او يعني حرق كنايس حرق بيوتهم طردهم تهجرهم فدي مش حادثة فردية يعني شايفين المحلات دي رزق صاحب المحل ده كله خلاص رزق عمره ده اللي عندهم لا تأمين ولا اي حاجة يعني ليه يستباح دم واملاك وحياة المسيحيين لان اللي بيعلمك ده الدافع ورا ده هو التعليم الاسلامي اللي انت تربط عليه واللي بيخلي الجران اللي كانوا بيبعثوا البعض العشورة والكحك في العيد يقفوا يتفرجوا ما يمدوش اديهم على واحدة بتتعرف في الشارع ولا عيلة بحالها بتضطرد يلا احسن مش كده لكل هؤلاء انا بسأل ما هو الدافع والى من تنظرون مين اللي انت عينك عليه وانت بتعمل كده هل ده هو الجهاد في سبيل الله يعني ديك نقطة عند اله صح لانه هذا القلب شيطاني الستة الكبيرة دي دخلوا عليها بيدوروا على ابنها ضربوها وضربوا جزها والراجل يعني الراجل عنده تمانين سنة فقد الوعي وهو بيتضرب مش بس كده شوف القلب اخدوا تلت اطفال من تسعة سنين لست سنين لسنتين ضرب فيهم عشان يقولولهم ابوكو فين كيف تحجر قلبك الى هذا الحد وازاي القضاء والناس اللي سمعوا كل الكلام ده لم تتحرك قلوبهم مش بس تعارية الست لكن عيال اطفال بصوا الاولادكم واحفادكم وافتكروا كده لما طفل صغير ريس حيتخض بالليل ويخاف من حاجة يفضل فاكرها طول عمره دول اطفال بقى شافوا عاليتهم كلها بتتسحل وبتضرب وبتتعرب وهم نفسهم من الذي يضع هذا الرعب وهذه القسوة في قلوب هؤلاء اسأل نفسك ايه المصدر مين اسى قلبك كده انت لا تعرف الله الحقيقي معاملة البوليس والنيابة البوليس اللي مرديش ياخد محضر والنيابة اللي يقال انها غيرت المحضر الى من تنظرون واي قانون بتتبعه لانه هناك اله صالح وعادل يرى ما تفعله خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نبدأ بسيدة سعاد يعني منورانا النهاردة شكرا منورا بيكم وليلي لما اتقال ان التحقيقات انيابة حفظتها كنت يحسى بايه حسيت بالظلم واكتقابت وحزنت علشان حدش جدر يجيبلي حق انا اتبهدل وتعريت في الشارع وفي الاخر ما تدونيش حق ظلم ولا ما الظلم ده ده ظلم اسد سعاد ربنا هو اللي هيجيبليك حقك وحقك عنده ومحبته هتشفيكي انا بقولك كده قبل ما بتدي اتكلم على يعني تعليق على الفيديو ده الفيديو ده الحقيقة يعني النهاردة حتى ناس معايا من اخواتي هنا اللي في الستوديو كانوا فاكرين ان ده الفيديو ده لسه طالع لا الفيديو ده من ثلاث سنين او اربع سنين من اول ما بتدت القضاء القضاء اللي استشعروا الحرك دول ها هم نفس القضاء اللي يعني افرجوا عن المتهمين من ثلاث سنين الست دي للمرة التانية او التالتة بيتقال لها ان انت مالكيش قيمة وانه المسيحي مالوش قيمة وانه المحاكم المصرية ما تقدرش تجيب لك حقك ده من ثلاث سنين هل في تفرقة هل في تحذب هل ده امر فردي ام انه تراث ديني من اول يوم ظهر في الاسلام في مصر عارفين الاستاذ ابراهيم عيسى لسه شايفاله حلقة يعني او جزء منها كان بيتكلم على تاريخ دخول الاسلام وبيعيد على الاقباط وبيتكلم على التطور في مكانة الاقباط ومعاملتهم في مصر الحقيقة انه يعني انا بشجعكم انكم تروحوا تشاهدوا الفيديو ده لانه وضح القسوة اللي تعاملوا بيها الاقباط هو يمكن ما يقصدش يعني لكن هو وضح جدا القلب الاسلامي وراء المعاملة مع غير المسلمين التاريخ اللي عمل وكده سردوا ينقدر نقول عليه ده تاريخ لازلال ومزلة المسيحيين في مصر مهما حاولتوا انكم تخبوها النهاردة العرض مستمر لسه نفس الحكاية ودائما ستجد المواجهة بين الدين والدين المفهوم الاسلامي لكيف يتعاملوا مع المسيحيين والسيطرة الاسلامية وفكر انتم الاعلام موجود في كل تفاصيل حياة كل واحد من الناس اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة ده بسألك لكل قاضي وكل ضابط وكل واحد اشترك في هذه القضية انت عينك على مين وان كان هذا الاله اللي انت بتتبعه وصل قلبك الى هذا الموت الانساني لازم تفكر انت بتتبع مين خلينا نشوف فيديو المحامي بقى لاول مرة انا اشوف الفيديو ده بتاع المحامي بتاع الست سعاد بتاع الناس المتهمين تفضلوا الخصم احنا على فكرة هو معنا وانا فضلت انه ما يكونش معنا في الستوديو هنضم الينا على الهواء مباشرة بصوت والصورة السيد اسماعيل سيد محامي الخصم في قضية السيدة سعاد سابت اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي ليك والاسرة البرنامج والسيدة الضيوف وانا يعني سعيد جدا بوجود مع حضرتك وكنت يعني عايز اوجه رسالة شكر ليك اولا لانك اتحت لنا الفرصة ان احنا يكون لنا حق الرد على ما اثير في هذه القضية من حتى اقوال السيدة سعاد ومحاموها وما تم فيها من تحقيقها يعني شوف التواضعين ومش رفعها من على المكتب عشان ايه بقى لانه راجل مسلم سلفي مش هيبص للست اللي قاعدة معاه عارفين لو الفيديو ده كنا شفناه مثلا من فترة كنا نعتقد لو التاريخ مش عليه كنا ممكن نعتقد انه الفيديو ده اتعمل في ايام الاخوان مثلا لا الفيديو ده معمول من ثلاث سنين الاستاذ ده هو من يمثل المتهمين ملقوش حد تاني في المينيا كلها يمثلهم الا هذا الشخص الاكيد تطوع ان هو ياخد القضية ويمشي بها علشان يعني القضية داخل فيها مسيحين واقولك انا بقى اقول اقول الجزء بتاعي واحنا اديتنا الرد مع انه الست كان اول مرة تطلع اول مقابلة لها وما كانتش بتتكلم خالص لكن الاتهام وانه يعني قهر المسيحي اللي قدامه اكي ما تقوليش انه ده مش انه ما فيش تعصب وما تقولش ان الحافز والوازع واللي جواك وليه انت بتعمل ده مش وازع ديني وقربان لاله الاسلام يجب ان نعرف ان هذا الاله لا ينتج في قلوبكم الا شر خليني اخد مكالمة مين معاي اهلا اخ محمدي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام المسيح معاك حياكم الله انا عندي ثلاثة اسئلة لا سمحت ممكن لا سؤال واحد بس سؤال واحد فقط انت الان انت الان ادعيتم المظلومية هل المظلومية فقط لانكم مسيحيون يعني المظلومية مشترطة بالمسيح وبالتالي الشر اذا كان اسلاميا فالمافيات والقتل والمجرمين الموجودين عند النصارى يعني ماذا تأثر بالمسلمين فاصبحوا مجرمين يعني كيف يعني يعني مثل الشخصية التي انتجتها الديارة النصرانية أفصل بأفصل بأفصل مثال القاتل الذي قتل في نيونزلند وشكرا لكم اشكرا اولا المسيحيين ما بيدعوش المظلومية احنا ما عندناش حالة مسكانة هنا احنا مظلومين ولا بل المسيحي عارف انه من ضمن حياته انه حيضطهد المؤمن عارف انه من ضمن حياته انه هو حيضطهد وهذا اللي اضطهاد جزء من المسيحي المسيحي انت مش بتضطهد انت كمسلم والمسلمين اللي بيتعاملوا كده انت لا تضطهد الانسان ولكن انت تضطهد الله اللي فيه المسيح اللي فيه والشخص اللي انت بتقول عليه مسيحي اللي عمل حدثة القتل في نيوزلندا اولا ما هواش مسيحي ولا احنا نقدر يعني نقدر نقول انه العمل اللي عمل وده عمل كتابي واحنا جميعا ادننا في فرق كبير رديت على السؤال ده 900 مرة معايا مكالمة مين معايا الاخ يوسف الاخ يوسف اهلا بيك اخ يوسف تفضل اخ يوسف اخ يوسف اخ يوسف اخ يوسف اخ يوسف ام ساري مش فاهمة الله يخليك شكرا اخ يوسف وفي نفس الوقت انت بتتكلمي بحاجة يعني احنا عندنا مرة سرطان من 40 سنة او 50 سنة مش هتيجي النهار ده تتفش المرة ده في لحظة او في ديئة تقصد ايه بمرة 40 50 سنة يعني من بداية الرئيس عبد الناصر بناء الاظهر لا بص سيبك من الرئيس وغير الرئيس هي المسألة انه احنا بنتكلم عن الفكر الاسلامي اللي يمكن ظهر في العصور دي اكتر فهو الفكر الاسلامي هو اللي بيغير قلب الناس بالشكل ده ما فكر الاسلامي ده جاي من اين من الاظهر يعني انت ارجعي لقضايا زي قضايا الكشح ايوه طبعا طبعا البابا شنودة لما وصلوا في الاخر قالك ارفع دعوايا للسم لله طبعا يعني مفيش حكة في الارض خلاص طبعا يا ده حقيقي فدي مستبتنا من ايام زمان مش النهار ده احنا ندفع دعونا لربنا وربنا هو اللي بيجيب لانا ربنا قاله هيكون لكم ديك في العالم لكن ديك انا قد غلق في العالم تحديمي برطاعه انت عارف يا اخي يوسف انا يعني انا عايزة اوضح ده ليكو للمشاهدين كلهم النهار ده انا مش بتكلم لا على اشخاص ولا على موقف واحد احنا بنتكلم على مبدأ ماشي في مصر ايوة او لا مش بس في مصر كمان دلوقتي هتشوف لانه مش في مصر بس احنا بنتكلم على الاسلام في العالم كله والانسان عندما لا ينظر الى قلب الله يحصل ايه انا بشكرك اخي يوسف شكرا على متابعتك واتصالك النهار ده الرب يباركك كل سنة وانتو طيبين يعني اما بنقول الى من ننظر احنا عارفين ان قلب الله الصالح لا ينظر بتفرقة ولا يقبل الشر والظلم ونعلم ان القداسة هو والمحبة هو والصلاح هو والنور هو ليس فيه تغيير ولا زل دوران لكن الحقيقة انه اله الاسلام بواجهين اسمع معايا النقطة دي مهمة جدا لقلب المسلم اللي بيسمعني ليه بقول ان اله الاسلام بواجهين الله الحقيقي ينظر الى الانسان بصورة واحدة انت خاطي طبيعتك فاسدة لكن انا بحبك وحديلك بالنعمة طريق للخلاص وافضل شايف اني انه الطريق مفتوح امامك فهناك فرصة للخلاص مفيش فرق بين ابيض اسود هندي يوناني يهودي مفيش فرق الكتاب بيقول انه امام الله كلنا واحد لكن اله الاسلام ينظر للمسلم بوجه ولغير المسلم بانواعه كلها بقى سمينا بقى زي ما تسمينا وجه اخر الكلمة اللي حباكوا تسمعوها من كان له وجهين لا يؤتمن لا يؤتمن ودي مش من طبيعة الله خلينا نشوف الفيديو الاخير يعني الحدثة الاخيرة في البرشة تم القبض على المعتدين وتم القبض على المعتد عليهم والاتنين حاليا مزجونين وعشان في الاخر هيحصل تفاوض الناس عايزة اهلهم يخرجوا من السجن فيحصل تفاوض عشان نخرج لكم مولادكم يردوا شوية من الضحايا وشوية من المعتدين في الاخر الاتنين بيخرجوا من السجن اقول لهم قضية القشح يمكن الشهيرة تقتل فيها عدد كبير من الأباء ومبارك حتى عمل تليفون ساعتها لبابا الكنيسة لبابا شنودة وقال له انا لو القضاء حكم على الاعدام او حكم بالسجن للناس دول بقيت اهل القرية يخشوا يقتلوا بقيت المسيحيين فاحنا احصل لنا منطلع الخط مبارك وتم طبعا بداية من القضية دي كل القضية بعد كده كل اللي بيعملوا اعتداءات في سؤالي بعد اللي اسمعنا ده لمين هنبص المين انت بتبص المين مبارك نفسه كان بيبص المين حط السيستم اللي هم عملو ده مثلا في الحادثة الاخيرة حطوا المعتدي مع المعتدة عليه علشان يكبروهم انهم يتصلحوا علشان يرايحوا دمخهم مهم همش سؤالي الى من تنظر لمبارك للقضاء لحكام النهاردة الله وضع فينا ضمير يسمع منه لكن عندما يموت الضمير تموت الانسانية انا مش بيدور على تغيير قانون ولا انا عايز اقولك غير القانون ولكن انا بقولك غير قلبك اعرف ان هناك اله يحبك وعايزك تغير قلبك حادثة الكشح كانت من ابشع الحوادث الارهابية ضد المسيحيين بس ما كانتش الوحيدة ليه الحادثة تكررت ونفس الاسلوب في التعامل مع هذه الحوادث بيتكرر الى من تنظر ومن هذا الذي تتبع هو السؤال لكل واحد الحاكم الذي لا يستطيع العدل للكل يحكم عليه ومش بس حكم اردي لكن حكم الهي ايضا اسألكم جميعا كل واحد منكم يبص القلبه امام الله النهاردة اذا كنت عارف ان اللي في قلبك ومصدره ومرجعه اسلامي راجع دينك الدين اللي ما يغيركش سيبه غيره ومرجعك اللي لا يحقق العدل للجميع والتساوي امام الله للجميع لازم تعرف انه غير عادل وارجع اسأل نفسك انت عملت كده ليه كل واحد من الناس اللي داخلين في هذه القضية والقضايا المشابهة اختياراتكم جاية منين اله الاسلام احذر لانك ستقف امام الله الواحد الحقيقي اللي هو بيقولك النار ده انا بحبك صلح نفسك خوفك على نفسك او خوفك من الشيوخ او الاهالي او اله الاسلام ده يعني لا يبرر النهاية اللي حتمر بيها الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون لكن الكتاب كمان بيقول كده في رسالة فريبي الذين نهايتهم الهلاك الذين الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الارضيات اللي بيفكروا في الارضيات الخايفين من الناس اللي حواليهم ما تفكرش في ده لكن اعرف مين الله بصلي يا رب من اجل الست سعاد بصلي انك تكون شفاقها وانك تعرفها انك ابوها وانك حرسها وانك حميها في اسم يسوع وانه النصر منك وانه اللقاء بيك هو افضل ما نتمنى كلنا المسيحي عينه على الرب يسوع حتى في وسط الاتهاد دانيال في جب الاسود يعني الملك قال له كده هو بيحطه في الجب لانه الناس اللي كانوا غيرانين منه كانوا عايزين يشلوه من الطريق لكن الملك كان بيحبه فقال له يا دانيال الهك اللي انت بتحبه وبتتبعه كل يوم ده يعني ياريت ينقذك فعلا الله انقذه وكان شهادة فانا بقول لكل مؤمن النهار ده حتى وانت بيكون بالاسود الهك يحفظك يرشدك يحميك الكلام ده مش حوادث فردية في مصر بس لكن يعني في العالم كله بنشوفها كده في صورة احب انكم تشوفوها في اندونيسيا افراجوا النهار ده عن ارهابي في اندونيسيا جماعته اذلت 200 في حدث ارهابي وغيره وغيره لانه جزء كان من القاعدة اسمه ابو بكر بعشير افراجوا عنه لأسباب انسانية شفق دي صورته هو بيحيي الجماهير بقى شكرا الى من تنظرون ازاي هتقفوا امام اله عادل وانتو بتعملوا كده لكن المسيحيين بقى في سجنكم فقضايا كلها ظلم وتعصف وتلفيق ما بيخرجوش مش كده النهاردة عايز اخد مثل اخير ممكن تجيب لي التويتر الاخيرة يعني انا كان عندي حاجات كتيرة كنت عايز تشاركه فيها النهاردة لكن نستخدمها في حلقات اخرى عبدالله روش دي مثل جيد جدا على الانسان الذي يطبع الطريق الخاطئ اله الغضب بيقول كده الانسان الطبيعي يحب ويكره من الدع ان المسالية يحب الجميع فهو دجال وانا والله وانا والله لنحب ما وافق دينا الله ونبغد ما خالفه وهذا البغد محمود بل واجب الاله الذي يعلمك البغد الاله الذي يعلمك ان تبغد من اجله تبغد مراتك المسيحية تبغد جرانك المسيحيين تبغد اي انسان خاطئ اخطأ اللي علمك انك لا تستطيع انك تحب عايز يبعدك عن طبيعة الله الحقيقي الله محبة الله محبة اللي قال كده انه المحبة تحتمل المحبة تسامح المحبة تفتح ابواب يا استاذ عبدالله وكل امثالك انت بتقول ان اللي بيقول انك تحب الناس كلهم دجال المسيح قال انه احب قريبك نفسك نقدر نحب القريب اللي بيأذي والقريب اللي بيتعب ونحب الاعداء ونحتمل المتقلمين عارفين نقدر نعمل كده ليه لاننا ندبع اله يغير قلب الحجر اللي فينا الى قلب اللحم بس يسوع المسيح هو من يستطيع انه يغير هذه الطبيعة البشرية الفاسدة ويعرفك اسباب الشر اللي جواك ويشلها من جواك انت بتظن انه الهك اللي بيعلم الغضب هذا هو الله لا فيه فرق كبير بين اله المحبة وإله الغضب وإله البغضة كونك لا تستطيع انك تقدم محبة يعني ان ده لا يعني ان ده مستحيل المسيح فقط يستطيع انه يغير طبيعة الانسان من الظلمة الى النور من بغضة الكل الى محبة الكل من اجل اسمه ايوه ربنا يقدر يعمل فيكم كده النهار ده صلي ان الله اليوم يغير قلبك ويعلمك مصادر الالم اللي جواك ويعطيك ان تراه في كل الظروف اترككم في نعمة ومحبة المسيح الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر